قبل ثلاثة شهور وسبوعين ويوم تحديداً في 14 مارس اللي صادف اليوم اللي العالم كله يحتفل فيه بثابت الدائرة بهاي نزلت فيديو وضحت فيه امتعاضي من بهاي واقترحت استبداله بثابت آخر اللي هو تاو اليوم 28 يونيو يصادف يوم تاو ما رح انتقد حقيقة ان الاحتفال بذل ثوابت يتبع الترتيب الأجنبي اللي يحط الشهر أول بعدين اليوم ولا حقيقة انه يتبع التقويم الميلادي من جد لو نحسب يوم تاو بتقويمنا مفروض نحتفل فيه في 28 جماد الثاني او في 28 برج العذرة حسب اي تقويم تستخدمون عموماً اليوم يوم تاو وبهالمناسبة رح احاول اقنعكم ان تاو افضل كثابت الدائرة مقارنة بالباي لا تفهموني غلط انا ما اقول ان باي غلط كعدد باي غلط كمبدأ لما نستخدمه كثابت للدائرة نلاقي نفسنا نحفظ بدون ما نفهمش السالفة مثلاً لما درسنا تقسيم الدائرة الى 360 درجة كان سهل علينا اننا نحدد زوايا الدائرة المهمة مقارنتهن بال360 ثلاث ارباع الدائرة يعادل ثلاث ارباع 360 نص الدائرة يعني نص ال360 ربعها يعني ربع 360 ثمنا يعادل ثمن 360 ستساو حتى الجزء الواحد من 12 تقسيمة للدائرة كلها تنحسب حسبة مباشرة وسهلة ككسور من ال360 لين ندرس حساب المثلثات ونستبدل ذا القيم بالتقدير الدائري الريدي فجأة تصير الدائرة الوحدة تعادل اثنين وثلاث ارباعها يعادل واحد ونص ونصها يعادل الواحد وربعها يعادل النص وكل ما نقسم اكثر كل ما تتعقد المسألة اكثر لين في الاخير نضطر نحفظ ذا القيم لان يبغالنا نكمل المنهج وندرس الدوال المثلثية وما عندنا وقت نضيعه في شرح مفهوم تقسيم الزوايا الجديد هذا وباي ما يساعد ابدا في فهمها وجعلها قيم بديهية بحكم كونه يمثل نصف دائرة بالنسبة للدائرة الوحدة بس انتو تعرفون ذا الشيء اذا شفتوا فيديو طلع بهاي غلط الشيء الجديد اللي بضيف لها الفيديو اني اوريكم كيف نستبدال باي بالتاو بريحنا من الحفظ كون التاو يمثل دورة كاملة حول الدائرة معناها ان ثلاث ارباع الدائرة رح يعادل ثلاث ارباع التاو نص الدائرة رح يعني نص التاو ربعها يعني تاو على اربعة وهكذا وبكذا يصير واضح لنا ان التقدير الدائري او الديان ما هو الا اجزاء من الدائرة الوحدة كسور من الدائرة الوحدة كسور من التاو اساسا مدري ليش للحين نستخدم باي اللي هو النسبة بين محيط الدائرة تقسيم قطرها رغم ان تعريف الدائرة يقول انها مجموعة النقاط اللي تبعد نفس المسافة عن المركز المسافة ذي اللي هي نص القطر يعني نص القطر موجود في تعريف الدائرة بكبره وفي كل المعادلات المتعلقة بالدائرة بس مش موجود في ثابت الدائرة هذا غير ان أن 2π يظهر في كثير من المعادلات لأن باي الحالة ناقص واللي بيفكر أنه أفهمني لما يقول أن معادلة مساحة الدائرة يظهر فيها باي الحالة بقوله طالع في المعادلة مقارنة بنصف القطر والمحيط وقولي إذا هي منطقية توضح أنها معادلة مساحة الدائرة أرخميد السيوم قدر مساحة الدائرة قال بأنها بتعادل تقريبا مساحة المثلث الدائرة وارتفاعه عادل نصف قطرها وهذا الكلام وضحه الفيزيائي هنري في قناة منت فيزيكس باستخدام قانون مساحة المثلث مساحة الدائرة راح تساوي نصف محيطها ضرب نصف القطر محيطها اللي لو نحسبه بالتاو راح يحافظ على وجود النص اللي يربط بين مساحة الدائرة ومساحة المثلث حسب تقدير أرخاميدس للحين مو مكتنعين مو مشكلة خلونا نستنتج مساحة الدائرة باستخدام التكامل والتكامل يحسب المساحات الدائرة اللي محيطها تاو ونصف قطرها آر كل ما تقلص نصف قطرها نكون في طريقنا لتغطية كل الفراغ اللي داخل الدائرة وبكذا نقدر نحسب مساحة الدائرة بحساب التكامل للمحيط تاو ضرب نصف القطر آر ضرب دي آر كذا بنحسب التكامل بالنسبة لنصف القطر ناتج ذات تكامل هو تاو ضرب آر تربيع على ثنين استخدامنا الباي في مساحة الدائرة يضيع علينا النص اللي ذكرنا بحساب مساحة الدائرة باستخدام التكامل إذا باقي عندكم شك أنصحكم بقوة تطلعون على تاو منافستو الفيزيائي مايكل هاردل على موقع تاو دي دا كوم واللي يدحض فيه كل التساؤلات المتعلقة باختيار تاو كبديل للباي وإذا باقي مصممين على الباي راحتكم عن نفسي راح استمتع بالتاو وأقول لكم هابي تاو دي أتمنى يكون الفيديو أثار اهتمامكم لا تنسون تسووا اللايك وشير في حالة عجبكم وتشتركون في القناة للمزيد من الفيديوهات تابعوا الفيديوهات اللي فاتت تابعوني على تويتر أشوفكم في الفيديو الجاي السلام